عند كل أزمة سياسية يخرج زعماء الميليشيات المكونون للإطار التنسيقي ليقولوا لخصومهم الفصل بيننا وبينكم القضاء الذي لا يخيب آمالهم بالفعل ويقضي في كل مرة لصالحهم حتى تحول القضاء إلى لعبة بيد الساس المتنفذين منذ تفصيله على مقاس رغباتهم وبما يوافق استمرار حكمهم والتستر على فسادهم وانتهاكاتهم الحديث عن عدم استقلال القضاء يعود مجددا بعد تصريح رئيس مجلس القضاء فأقزيدان حول ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن الوصايات السياسية إن استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس إن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطة التشريعية أو التنفيذية أو نفوذ المصالح الخاصة والسياسية في هذا التصريح اعتراف علني بخضوع القضاء للجندات السياسية وتلخيص واضح لمسيرة عشرين عاما من تسييس أهم مؤسسة في الدولة ساهمت بشكل مباشر في التشجيع على الفساد وارتكاب الجرائم في ظل غياب العقاب فمنذ عامي 2010 بدأت علامات تسييس القضاء تظهر بشكل واضح عندما لجأ نور المالكي إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الكتلة الأكبر بعد الانتخابات التي شهدت فوز إياد علاوي بالمركز الأول والتي من المفترض أن تشكل الحكومة بموجب الدستور لكن المحكمة فسرت الكتلة الأكبر في حينها على أنها الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات ومنذ ذلك الوقت أعطت المؤسسات القضائية ضوء الأخضر للأحزاب النافذة بأن تتصرف كما تشاء وتخالف من تشاء طالما أنها تستند إلى سلطة قضائية تحميها وتضمن عدم ملاحقة ساستها آلاف من الأبرياء أعدموا وسجنوا وآلاف مثلهم فقدوا حقوقهم وثروات نهبت وسلبت عندما غاب القضاء عن دوره الذي يمثل ضمير الشعب العراقي ويحفظ حقوقه